التايمر عبارة عن اداة اخرى هلاقيها برضو في كلاسي كنترول معايا وبتستخدم في التحكم في الزمن في قوف وتشغيل مطور ما او اي حمل ما التايمر عبارة عن اداة بستخدمها عشان تتحكم لي في الزمن التايمر ده ليه انواع كتير جدا 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 يعني انت اي فكرة او اي ابليكيشن يغطر ببالك ممكن تسأل عليه تراقي في تايمر بيعمل حكاية دي فكرة عمله يعني التايمر ده من دور بيشتغل ازاي والكيل ومش الكيل وده اغط هوا وده فيه زئبه وده فيه مش عارف ايه مش بتاعتنا انا قصتي هنا ان انا استخدم التايمر الفلاني الابليكيشن الفلاني اعرف ازاي اجيب التايمر ده للابليكيشن حضرتك عايزك تتعمق في موضوع فكرة العمل تقدر تدخل على النت وتدور على الكلام ده كله هتلاقيه متوفر جدا 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 انواع التايمر اول حاجة فيه عندي تايمر اسمه دي انواع مشهورة فيه انواع اكتر من كده كمان تايمر ايه تايمر بزمن تأخير يعني اول ما وسله الكهرباء ايه اللي يحصل يعد الاول هو تايمر يغير من اوضاعه نقطة المسلود بعد ان يعد الوقت المطلوب عليك يعد الاول وبعدين ايه يغير نوقات تلامسات لحد امتى تحاد ما ينقطع عنه الطيار الكهرباء يرجع الوضع يبقى اول ما الطياره دي مهمة جدا ان انت احيانا ما تبقى محتاج الطياره ده يخرج يعني بعد ما يعد الزمن المعين ده يقوم خالف تاني من الداير عشان يرجع نوقات المعينة وبعدين يدخل تاني وهكذا ده طيمر طيمر بيعد الاول وبعدين يغير نوقات تلامساتك الطيمر التاني طيمر اسمه يعني ما فيش لمن تأخير بمجرد ما توصل له كهرباء بيغير نوقات تلامساتك ويبدأ يعد زمن بس امتى بعد انقطاع الطيار الكهرباء عامل يعني اول مؤثر كهرباء يغير نوقات تلامساتك مجرد ان يصل له طيار الكهرباء وبعد انقطاع الطيار الكهرباء يبدأ يعد بالتنازل لحد الزمن المطلوب بتعود النقاط الى وضعه للطبيع فيه طيمر اسمه ده فردة تالتة تبقى دخلة مع الترافين بتوع الكويل بتاع التايمر نفسه. التايمر معه طرف تالت للتحكم في بداية تشغيله. يعني اقوله يشتغل انت. وعند فصل الطيار عنه يعود لوضع. تايمر الكهربا وصله باستمرار الكويلز بتاعته. ومع طرف تالت اقوم جاي موصل فيها الكهربا بس بمزاجي انا. اقوله اشتغل انت. ولما يفصل طيار عنه بيعود لوضع. زي تايمر العادي هنا. تب فيه تايمر اون واف ديلي مع طياربا. طيار معه طرف تالت برضو عند وصول الطيار اليه يعيد ان بيعدي شغل بيشتغل ان ديلي سم يغير نقhes تلامسات وعند فصل الطيار عنه بيعدي زمن اوف ديلي وبعدين يغير مقطة نفساتAbad. يعني جمع الطيارين في حتة واحدة او في تايمر واحد. نعافل ان الطيار اون ديلي لوحد لو يقعد الاول وبعدين يغير نقطة تلمسات ابدي وبعدين يغير نقطة نفسات يبدأ يعد في تايمر بعد كده اسمه انترفيل اون اور الامبلس انترفا اون. ده تايمر عمنا زي ما كانت السلم بالزلج. ما كانت السلم اللي بيحصل فيها? حضرتك اول ما تتكع الزرار ما كانت السلم اللي بيستخدمها ينوروه بها السلالم والكلام ده في العماير. اول ما حضرتك تتكع على الزرار او تلغط على الزرار. اللي بيحصل? بيوصل الكهراب او بتغير نقطة تلمزات فينور كهراب. وفي نفس الوقت بتعد تنازولي. وبعد انتهاء العد بيغير موضع التنمزات. بيفصل يعني. في الانترفل اف. عند توصيل الطيار تظل النقاط على وضعها. وعند الفصل يتغير وضع النقاط. وفي نفس الوقت يبدأ العد التنازلي وبعد العد تعود النقاط لوضعها. لان اول حال اوصل كهرباء بترنها النقاط على وضعها. وبعدين لما افصل طيار وعند الفصل يتغير وضع النقاط. وفي نفس الوقت غير وضع النقاط بتعد عد تنازلي علشان تعود النقاط لوضعها مرة تانية بعد ما غيرت وضعها. بعد كده عندك حاجة اسمها الفلاشر تايمر. فلاشر تايمر ده. زي بالزبط الفلاشر اللي بيستخدموه في اشارات الموتسيكلاد. اشارات العربيات. اللي بدي اشارة يمين واشارة شمال. عند توصيل الكهرباء بيغير وضعه. وبعد انتهاء زمن قوم. زمن قوم ده اللي هو بيح تقريبا حوالي ثانية. بيعود لوضعه الطبيعي. وبعده يعد الزمن اف. بعد كده نوع تاني من التايمرات. اسمه تايمر الاربعة وعشرين ساعة. ده تايمر ممكن يستخدمه مثلا في الفوت السلز اللي بتسترجمها. اللي هي الخلائة الضوئية. موجودة في الشوارع. تايمر عبارة عن ٨٤ ساعة. كل ا Això ساعة. مرى تفي? ومر افصل. مرات في ومر افصل. او كل اثناشر ساعة. فيه تايمر اسبوعي. تايمر اسبوعي ده مسلا عايز كل اسبوع في الوقت الفداني التكييف يطفي او كل خميس مسلا. بدل ما نحط نفسنا في موضوع التكييف مطفي او مش مطفي. لأ ده كل خميسة فان ده مطفي تكييف ده. مطفي الأناور وتفصل للكهرباء على ببنا كله. تايمر اسبوعي. تايمر ستار ديلتا. وده احنا شرحناه قبل كده. وان شاء الله يبقى فيه فيديوهات تحت الفيديو ده. تبقى موضحة لحضراتك بعض التايمرات زي زي الاستار ديلتا. كلام ده كله. كانوا زمان عشان يستخدموا دائرة ستار ديلتا او يشغلوها. بيستخدموا تايمرين لا دلوقتي ده فيه تايمر ستار ديلتا. بيعمل ايه? بيشغل لك الاستار الاول لزمن معين ويشغل لك الديلتا. وفيه كمان هو ده تايمر ستار ديلتا على فكرة اللي قدامنا ده. وفيه كمان بيه زمن بيحدد لك زمن النقل من الستار للديلتا يكون قد ايه? فيه تايمر تاني اسمه تايمر او رقمي. بدل حوارات المؤشرات ديات بيبقى عبارة عن تايمر رقمي بشاشة ديجيتال. واحيانا كتير بتبقى محتاج حضرتك في شغلك ان التايمر يبقى جانبه ريليه. بيبقى يعمل لك بيبقى فيه تايمر موجود زي اللي اسمه تايمر وليليه مع بعض. فيه تايمر هوائي. تايمر الهوائي ده من مميزاته ان هو ما بيحتاجش كهرباء عشان تشغله. هو كل حكاية اللي بيركب على الكنتاكتور. وان هو موجود جواه انتفاخ من الكاويتش بيتميلي بالهواء. فيه فتحة كده بيسموها البلف. الفتحة دية بليلحكم في دخول الهواء. ولما تتميلي الانتفاخ الكاويتش ده بالهواء بيغير من اوضاع التلاموسات بتاعه. ده عندنا اشكال تايمر ده فيديو ان شاء الله هنشرحه وهيبقى تحت الفيديو ده. ده تايمر 24 ساعة. ده تايمر الستار ده. ده تايمر الهوائي زي ما احنا شايفين اهو. نكوننا منتكلم عليه دلوقتي. ده رمز ده تايمر تايمر بيبقى في الرسمة كده. تايمر بيبقى في الرسمة شكل كده. رسمة. نتمنى لكم مشاهدة منتعة. ما تنساش تعمل في القناة. وتعمل شير عشان العلم ينتشر على قد ما نقدر. والله المستعان. ضعاقكم بظهر الغيب يا جماعة. ده مهم جدا. ارجو تكونوا استفدتم شير سابسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.